يعني هاي بعض العوائل هاي سحنا ويانا وياهم والله وقلوبنا مع كل عائلة فقيرة لكن انت شك فسر لي واحد مدل صنده مع المي بالشارع وقام يخسل سيارات وياخذ فلوس والله ما عندي شغلاني وقاعد بالعشوائية هم بالعشوائية قاعد وهم يخسل سيارات بالشارع وهم ماكو رقيب ولا حسيب يجيش كم واحد خلي بجيب شنفلسوكي اذا كلامي غلط قولي والله انت كلامك غلط واتجاوزت على الدولة حشك انا اقول لك انا اقول لك عدي تقرير كامل والله ما اعرف الحلقة اليوم شنو يعني بالضبط على شنو راح تحشون على قانون العشوائيات او قانون مجلس النواب للعشوائيات اما اذا نجي نداخل في موضوعه نعم ونجي الى الدوق العام والى التجاوز على التخطيط الحضري لان شويت دراسة كاملة اسمها محور الدوق العام في بغداد انا سميتها وادزلك اياها بس اوصل على الواتساب اتمنى والله اتشوفها بي دي اف من اطنع الصفحة هذا محور الدوق العام على محور الدوق العام على بغداد هو ترى مو صعب والله ما يحتاج فلوس لاعادته وما يحتاج غير ارادة وهمة ادارة صحيحة مدير بلدية صحيح محترامات اللي زينين بيهم محترامات اللي زين بيهم ما موجودة في كل البلديات اكو بلديات قضت عليها واكو بلديات لا والله ما مسيطرة عليها السبب انه اما لو حزب لو خوف لو تجاوز لو ميليشيا لو لو صارت عندهم فلوس لو منتسب من البرلمان يخابر لو من المسؤول يخابر يقول له عوفهم هايا صارت ترى مدير بلدية يريد يروح يشيل متجاوزين يخابر عليه عضو مجلس نواب يقول له عوفهم لا تشيلهم هذا المشكلة المشكلة هي النظام والسيستم كلها غلط تحكم semaines اشكرتنا اشكرتنا ش شكرا